موسيقى أنا خارجة كلية تجارة خارجية شابة محصبة جامعة حلوان متخرجة من سنين طويلة قوي مشكلتي كانت مشكلة زي أي حد ممكن يواجهها على مستوى الشباب كله وعلى مستوى العالم العربي كله أني إزاي أبدأ نقطة البداية ومنين بيكون الصفر إزاي ممكن أشتغل من غير ما يكون عندي رأس مال كبير ومن غير ما يكون فيه وسطة ممكن تزوقيني بتعملي عملية بوش أن أدخل من أي مؤسسة أو منشاقة أو بنك أو إلى مال النهية رحلة البحث عن الصفر كانت خدت مني باع كبير وطويل من الجهد والتعب الحمد لله رب عمين ومن أول ما خبطت في الدنيا الحمد لله كنت راضي بأي حاجة فاشتغلت فعلا فيه شركة من أحد الكبر الشركات الموجودة في مصر بتشتغل فيه تسويق الموسوعات الثقافية الإنجليزية والعربية مرتبة كانت حلوة جداً بعدي فيها الألفات لكن طبعاً رحلة الشغلة دي كانت تاخد مجهود بدني ومجهود صحي ووقت فقررت أن أنا أفتح محل صغير بإمكانيات ضعيفة جداً على قد كيلو كبد على قد كيلو سجوء على قد كيلو مخلل بستعين بأحد الناس بيقف معايا شوية بتعلم منه الصنعة بطريقة غير مباشرة بيمشي الصناعي بعد كده بنزل أمي معايا توقف تشتغل معايا فبدأ أنا استببى يستبى خطوة خطوة بدأ مكانة النوضوع فقط قاسر على السندويتشات أصبحت موما كمان بتخط بصمت إيديها في طبق المحشي حبة البيتية والخدار والوجبات البيتي اللي كان محروب منها واستبالها إزاي يكون خارجة جامعة وفي الآخر بلبس شبشل وبنطلون جيس وقميس وبقفز يعني فرصة قهوة بلدي بتعامل فيها مع الناس فالموضوع بالنسباني صعب بس بالممارسة والتعامل مع الناس نقول إن ربنا سبحانه وتعالى قدر وقفتي هنا علشان اللي الكامل اللي أنا فيه يعتبر طربة خصبة للصحفين والمعدين والمراسلين والخمطارس والقهواجية والجزمجية وبيعين الفل ورجال الأعمال وصفة المجتمع الحمد لله ربنا اختارلي المكان ده علشان هو بالنسباني الجامعة والسكشن والمدرسة اللي بتعلم منها بجد أنا ساعة لما نزلت عشان أفتح المكان ده وما كنتش لقوا جد لقوا جد الطاقي ولا جد الطاق أنا عايزة أقول يوم ما نزلت المكان قصما بالعلي العظيم أنا لقيت ربنا موفر للمكان وموفر للفترينة وموفر للتنورة وموفر للشعلة اللي أسلقوا على الفريق وموفر لي كل حاجة يا جماعة ما هي تكون لله خالصة يا جماعة لا نهم الدور الله سبحانه وتعالى في إن إحنا بنستعين بله أنا نفسي أكون مقدمة برامج اجتناعية أطمح أني أكون قدرة على أفي حق الله سبحانه وتعالى في البرنامج بتاعي لا نخفل أبدا عن الذكر الله سبحانه وتعالى لا نخفل أبدا عن فضله علينا ويا ربي تحقق أمنيتي وأمنيت كل الناس لكن بالإجتهاد والعباد اشتركوا في القناة